هنركز هنكمل صلاة بس طبعا هنرجع والا هيب الناس كمان الاسئلة اللي انا اتراحها على حضرتك الناس ما شاء الله اه ما جايوا عن الناس اتحيي جميعا من ارض الواقع يا احمد بي ما يدي لقسم الناس كلها صحيح اه فعاوز اقول لحضرتك احنا احنا عندنا الاول ام عمر من اسكندرية ومحمود من القاهرة مدام وفاء الاول طبعا انت حضرتك يمكن ان جاوبت عليها هي مدام وفاء البنت اظن لها تشخيص طبي وممكن ده يحصل التأخر فعلا في النمو او مشكلة في النمو يعني لكن هل السؤال يا احمد بي هل الحسد يخلي الاطفال جسمهم ضعيف اه ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عند احد الصحابة احد الصحابيات فلا اولادها اجسامهم ضئيلة فقال يعني ما لي ارى اجساده ابناءه اخي ضارعة نحيلة امن فاقه ما عندكوش اكل قالت بلى يا رسول الله ولكن العين تسرع فيهم يعني بتحزدوا افلا ارقيهم قال بلى ارقيهم النبي مالاش لأ مالاش ده جهل مالاش لأ اكشف على الناس على الال دي عندهم مرض طبي ولا حاجة لكن هو اقرها ان العين تعمل كده ممكن تخلي الاولاد اجسامهم ضعيفة فابدا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هادي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي ان انا ارقي اولادي بالمعوذات لا اروح بيهم لشيخ ولا اجيب حتى شيخ الجامع انا ارقي اولادي بالمعوذات فقط لا غير ارقيهم صباع هاي بتقوله افلا ارقيهم يعني انا اللي ارقيهم ما ليتلوش ايه ارئيهم يا رسول الله لو كانت ايتلو ارئيهم يا رسول الله خلاص ابا دير رقي المشايخ والعلماء بس لكن قالت افلا ارقيهم قال بلى ارقيهم ايو ارقيهم انت فالواجب على الاباء والامهات انهم يرؤى اولادهم خاصة لما يلاحظوا فيهم تغير غريب ما له السبب